عن فشل منظومة الصحية ببلادنا نسألكم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون صدق الله العظيم هذا ما يردده الشعب المغريب اليوم الرد اللي اعطيتنا بينه وبين الواقع سنوات الضايع أذكرهك السيد الوزير أن صاحب الجلالة بغشعب يعيش عيشة كريمة والعيش الكريم يبدأ من صحة المواطن في حين أن المستشفيات كتنعدم فيها كل شروط السلامة الآليات خسرة قلة الأطور الطبية الناس تتعاني أمراض خطيرة وخصصتنا الموعد على عام وعامين هاتش اللي عنده الظهر اللي ما عندهش الظهر يمشي يموت الأدوية من عدمة في المستشفيات مرضى السكري كيمشي وصبطارات ما كيلقاوش لمسولين قبطو حيطو الراميد بلا نتعلمو الناس بلا ما توجدو لهم الباديل باركة ما تتحمرو الشعب الشعب المغربي اليوم واعي وداكي لدرجة أن دكاءه يفوق دكاء الحكومة شنو وجدو الـ 22 مليون اللي داخل فرش الحماية الاجتماعية علما أن الطاقة الاستيعابية ضمنظومة الصحية لا تستوعبو حتى المليون مارد وشكرا